يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة اهلا بيكم معانا يوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد النهاردة يوم السبت ان شاء الله هيكون معانا فقرات كتير جدا في يومنا النهاردة عايزين بس الاول قبل ما نقولكم ايه يا الفقرات صباح الخير ايمان صباح الخير صباح الخير يا سارة صباح الخير يا ايمان نهاركم سعيد ان شاء الله زي ما سارة قلت عندنا فقرات كتيرة جدا هنبتديها بفقرة الصحافة اللي احنا معتدين عليها وعشان نعرف اهم العنوين اللي كانت في الصحافة النهاردة وايضا عندنا فقرة مع استاذ ممضوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان عندنا ايه كمينة؟ عندنا بعد نصابح عليكم الاول سواها الخير مشاهدينا عندنا فقرات كتيرة جدا وفي موضوع مهم جدا بيشغل مصر دلوقتي وهو الحمى القلعية عدد كبير جدا من الماشية اصيب بالحمى القلعية وادى الى نفوق عدد كبير جدا من الساروة الحيوانية في مصر هيكون معنا النهاردة دكتور عمار جودة طبيب بتري ودكتور عبد الرحمن صالح طبيب بتري تكريم المرأة النهاردة هيكون معنا فقرة حلوة جدا مع دفتنا الاستاذ هالة البدري وهي صحفية هنكلم عن تكريمها في السويد وتفاصيل وكواليس التكريم ده هيكون عامل ازاي وايه اللي حصل بالزبط نعرف النهاردة من خلال الفقرة دي كل التفاصيل زي ما قلت لكم كمان هيكون معنا فقرة مع الاستاذ جمال سلطان هو رئيس تحرير جريدة المصريين هنتكلم معاه في الاحداث الجارية عشان نقدم لكم الرأي والرأي الاخر يعني كمان نشوف نحط ادين على كل الاحداث المهمة اللي بتحصل في البلد النهاردة وامبارح والايام اللي فاتت دي على طول دلوقتي بي هنعمل ايه بنات؟ دلوقتي هنطلع نشوف تقرير عن تمارين لتقوية وتحسين العضلات نشوف التقرير ده ونرجع بعشان نبتدي يومنا النهار